الكل شخص أكيد وضع والده والدته يأثر على حياته شون كان وضع والدك ووالدك؟ أنا من عائلة أبوي من فصل على أمي وعايشين بيت خالي بالبداية أول ما نفصله نحن ثلاث بنات يعني كانت مشاكل بيناتهم وأمه ما تحملته ودائما يعني كان يقهارها فشوفوا الحل أنه يتطلقون بعدين بقينا فترة هواية يعني خلصت الابتدائي كلها نحن على البيت خالي بعدين اشترون بيت تجاوز هما خوالي بيناتهم وقعدنا بيه وأمي هي أصلا من بيت خالي شانت معايشتنا تخبز تبيع خبز وهي حياتنا يعني عايشين على بيع أمي وهم بيناتهم كل شهر يسوننا شهرية خوالي انفصال الآباء وخصوصا الأمهات وهو حدوث عملية الطلاق هذه العملية لربما تعتبر عملية انهيار تام عملية انهيار عملية هدم لكيان أسرة عملية هدم لبيت وعملية الهدم هذه ما هي مخلفاتها وما الذي تؤدي إليه تؤدي إلى أبناء مشردون في التقاطعات في الشوارع أبناء لربما يكونون صيد للجريمة ووسيلة للجريمة وصيد للعصابات الإجرامية نلاحظ الكثير من الأطفال أطفال الشوارع العمالة الصغار عندما عملنا استبيان تجد هناك انفصال مبكر بين الزوجين ويؤدي إلى انحلال انحلال أخلاقي والانفصال وهو الطلاق يؤدي إلى تمزق مضلة القيم والأخلاق التي يزكر تحتها أي مجتمع نعم الطلاق يؤدي إلى تدمير المجتمع ما الذي نصدر للمجتمع عندما تحدث عملية الطلاق؟ نصدر أبناء مشردون نصدر لربما يكونون أبناء مجرمون يؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي وتدمير للمجتمع لذلك ما هو تأثيراته النفسية على الأبناء؟ أبناء لربما يصبحون مشردون وكما أسلفت مجرمون والضحية الكبيرة هي البنت هذه البنت الوردة المحملة بكيان البراءة والعاطفة والتي تريد أن تنمو سوي كما تنمو الورود في الحدائق المزدهرة ولكن بعد أن يحدث الانفصال ولربما هذا الأب المتنحل عن مسؤوليته والمتنحل عن أخلاقه يترك هؤلاء الأبناء على أمهم ويذهب في حال سبيلها أو يذهب لنزواته ولمغرياته وتكون هذه البنت وأنا أتحدث عن الفتاة عن البنت هذه الأنثى التي تكون ضحية ضحية لإنكسارات نفسية لدمار نفسي لربما وإضطرابات نفسية لأن الأب داخل حياة هذه البنت هو الفارس الأب هو لربما يمثل كل تطلعاتها يمثل مصدر قوتها يمثل مصدر إلهامها يمثل مصدر تشكيل علاقاتها في المستقبل مع الآخرين وكيف تكون علاقاتها ناجحة وكيف تكون متقدمة لذلك عندما يختفي هذا الشخص الفارس المقدام هذا الأب المتمثل بكل ما تمثله من عزيمة ولربما اليوم إذا تسمعني أي فتاة وهي فاقدة للأب لربما تنهار دموعها لأن الأب يمثل شيء لم تتوقعونه ما يمثل داخل قلب الفتاة لأنه يمثل لها كيان يمثل لها مشاعر يمثل لها قوة حتى تشكيل علاقتها العاطفية في الحب تتمثل من خلال قوة علاقتها مع أبيها أبوك وأموك همون فصلين عن بعض يزوركم ممكن يساعدكم ينطيكم مصرف والدك هذا أثر عليكم أو لا؟ لا أبويا 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 يسأل بينا وما ينطينا مصرف وما يعرف عنه أي شيء أصلا حتى أهلي يعني عمامي وهذه من يعني إحنا من طلقة أمي هم قلتها وبحياتهم يسألون ولا يعرفون عنه أي شيء أحنا كبرنا أنا بطلت وضلت أساعد أمي أخوزوا إياها وأخواتي بقدم المدرسة كبرت شوية صرت يعني سن زواج وضلت تجين هوا القسام وإحنا من عائلة مستورة أبر لن نضلع ولا أشيء وراء تجون خواضي باتون يمنى يعني بي بي تيت جيت باتون يمنى داريني يعني عيننا عليهم وفي المنطقة يعني كلها تعرف تحمد بسمعتنا وصيرت البنات يعني وأمهم يعني الحمد لله حافظت علينا أمي خلينا نتكلم هسا تفاصيل الزواج بالبداية شون صار الزواج وشون هي بداية الحياة صارت بعض الزواجات تصير المشاكل من بداية أو ممكن هفوات وتكبر صارت أشياء بالبداية جتي قسمة عن طريق يعني ناس صارت تحرفين احنا بيع حبز فتجي تجي نسوان تجي تشوفنا وتدخل علي عن بيت فصارت عن طريقهم قسمة اجتي اللي يعني خلانا نفكر بهذه القسمة إنه هم العائلة حالتهم مادية زينة فهم تريدني أرتاح لأن قات تتعبتي حول ما كبرت وساعتيني فحاجت خوالي سأل عليهم ما كو شي يعني عليهم سمعتهم زينة وهي مشكلة ساي واحد يسألين على أحد يلي تزوج والما تقرح يقول الحمد وليش ما أحد يقول شنو هم مشاكلهم شنو وضعهم ما أحد يقول شي فتزوجتاني يعني صارت بالبداية مواقف يعني هي هاي البداية احنا المهم عن زواجي بيصار بشهر واحد أي خطوبة وحن نو عرس بيوم ما أحد بالحد نو هو والعرس نفس الشي يعني صار أنا مهر ماتي يعني حاضر وغايب خمسة وخمسة شترت بهذهب والأشياء يعني ما شتريت هواي أشياء قلت بس يعني زوجت بالصرح فبس ما وصل بالصر قلت بعدي هنا أشتري الشتاء أمو قالت لي يعني نطيعين فلوسيتش نحن نشون حريصين على الشي نشتري اشتري الاحتياجات يعني ما بذرت بالموضوع فهذا فادني بعدين صار الطلاق فبيوم الحنة والعرس نفسه كان بدون حجاب بدلة ماتي مكشوفة فوضع عادي احنا قلنا لأنه رأسا نروح للفندق فعليش متفقين الولدان شبت أكثر من مرة فاهمنا على هذا الموضوع أنا لا عدي تلفون ولا اتصال بي وأصل ما عندي بس إذا خاضر رأيب تلفون أمي وأحد شوية فبالحنة صار الموقف يعني تعرفين يعني بدون حجاب وبدلة مكشوفة فمن دخل هو دخل هو وأخوانا وأبو فيعني تفاجئنا احنا يعني ما لابس حجاب فرأسا أمي غطيتنا من برنص قلنا يجوز يعني فرحتهم خذتهم وهان فرحنا احنا رأسا نزفونا للفندق ورحنا سبوع سافرنا بي ورجعنا بعد السرعة قالوا أهلا احنا نسويكم السبعة بس سبعة هم صار موقف أنا راحت الصالون وهي شي ولبست بدلة وهي هم يندخل وإخوانا وأمه كانت موجودة فأم قطية بس ان دبت عليها يعني دبت علي عبايته فأم عاد ما تحملت حاجتهم قلت يعني خذت وحدة من البنات على صفحة وهلا من نخواته قلت ليه شي شي يعني إحنا بيتنا غرية محجبة قلت إحنا عادة عندنا يعني وإذا إحنا مو محجبات ما عدنا مشكلة ما ذا النسوان أخوه قلت هاي انتوا يعني وضعكم بس إحنا نختلف ما عدنا هني شي شي إحنا يعني محجبات بناتنا ما لبسنا ذينا حرام عمهم يخالف بس أخوانا ما يصير فقدت المسألة هالبنية بأختها بضحك ومشتها نعم تعرضت هذه الفتاة إلى حياة جدا قاسية بدأت بانفصال بدأت بمرحلة طفولة لربما غير سوية وبعد هذه المرحلة تعرضت إلى العوز وإلى الفقر المتقع عملت مع والدتها في كل أنواع العمل أو عملت وهو يبقى العمل مهما كان يبقى هو سلاح وهو قوة وهو دافع وهو إنجاز بكل مسميات العمل ولكن الاضطراب والخلل الذي حدث في هذه المنظومة لهذه الفتاة هو حدث في الانفصال عندما انفصلت الأم وتركهم الأب حتى لم يسأل عليهم العمل لم يكن عافاً العمل كان دافعاً للإنجاز وكان لربما هو عملية تحويل من انتكاس ومن واقع مرير عملية تحويل إلى إنجاز ولكن هذه الفتاة كانت تعيش حياة مضطربة نعم في داخلها عواطف مباثرة شعور لربما لم يجد اتجاهه الصحيح وكانت تعيش في دوامة من الحزن الداخلي ولكن تحاول أن تخفي هذا الحزن نعم عملت مع أمها وكانت بكل إصرار وعزيمة وبعد أن أكملت حياتها وأصبح الشابة لاحظنا بأن حياتها أيضاً تعثرت لأننا نعود إلى المرحلة الأولى وعندما نحلل شخصية أي إنسان كما قال العلماء فرويد ودلر وفروم وواطن وثورنداك نرجع إلى البدايات كانت بداياتها مظلمة كانت بداياتها قاسية كانت بداياتها كلها إحباط ونكوس ولربما شخصية كانت مدمرة وهناك العديد من الاضطرابات الشخصية ونمت وترعرعت في البذرة الأولى لحياتها فكانت حياتها تتعرض إلى انتكاسات ولكن كانت قوة شخصيتها تحاول أن تقف على عكازة الحياة وأن تقاوم صبرتي على موضوع الحجاب وعند أهل الزوجة شو صار الموضوع اللي بعته قررت الانفصال فهي بدأت معاناتي أنا بالبداية على الحجاب حتشيت ويا قلت ليه شيتش يعني بالسبعة فاته وقلوهم وأمي ذاب بالعباية علي كان شافه واني قالوا شو يعني هم أخواني واني أخواني عادي نشوفهم بدون حجاب بدون قصير براحة نلعب تشصرين معاقدة قلت لاني مم معاقدة بس هادا حرام قلت لاني ممتدينة واني يعني أحكي لكم بالدين بس هادا الشيء أبسط شار ما ربياني على هذا الشيء بدنا الستر أهم شيء الحجاب وإحنا أصلا عايشين على الستر هو يعني من هيش أضاج من يمني قلت لك كيف براحة تشصرين معاقدة عاد فضلت بننزلاني بحجاب ودجداشي أضحكين علي قلت لانتي حتى بالغرفة ملفلفة هيش يعني حتشي وعلى معاني أنا ما احتميت له قلت أنا أرضى رب العالمين هنو اللبسان برمودات لبسان قصير قدام الإخوان قدام هاي عادي قلت بس أنا حاجوني أن أنت معقدة حتى لا تسمعين أغاني يعني هذا الحجل علي أغاني ما تحمل بس يسوي أضلت شيء أشكي لا يقول لي لا هذا تعقيد والدين مو هي شيء مشكوا بيها يعني هس البنات مو يطلعين لبس الحجاب بس إحنا هنا أفوان فهذا الموضع كان دائما يضوجني أروح لأم أشكي لها قالت إنتي مع الياج أنتي أمشي الستر أبقي مستورة ولا تنزعي ولا تتأثرين بهم وخلص الشغلك وأهتمني بزوجك والله أهتم بي أنا ما أقصر يعني هناك بلل علي أتي همي أنت بسي الحجاب ممكن دور فلا شيء طبيعي هذا حق زوجي وأسوي فهي بدأت المشاكل حد ما يعني يوم عن يوم أنا مو قاعداتهم تكثر يسهرون يجبون هاي بالليل يعني يشوف فيلمس ويقول هاتقاد أبجوا هاي والهوسة كلها فأقعدوا إياهم أشوف شقة بيناتهم ميانة بيناتهم ضحك ويعني شون وحدي يضرب الثاني هيتشي يعني أقول هاي حرام بس أنا ما أحد يتقرب لي ما أقول هيتشي بس هو زوجي بلتي يعني من عزلة أنا عادة أضحك وأحتي بس بحدود لحد ما أصار الموقف اللي هو خلاني يعني أتنافز من يومهم أنه هو واحد من أخواني يعني يضحك ويسولف أهاي وضربني ضربني هيتشي بشقة فأني قلت لي ليش تمديت إيدك عليه قال لي داع الشاقة قلت لي حفلوت الشاقة هذا حرام فهو مكبرها وزوجتهم حتشت وهو مني جاء زوجي بالليل حتشت ليه فصارت مشكلة بيناتهم زوجي فيهم أنه عبالة ضربني بقصد يعني أداني هو لا هو شقة بس هو مدئدة هو هذا العادي مالته طبعا التحرش بداية هو كل تصرف أو سلوك عدواني يصدر من شخص يقصد به إهانة المرأة وكرامتها أو يمس مشاعرها بأفعال مخلة بالحياء تمام؟ هذا تعريف التحرش ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 لكنه ورد في قوانين أخرى مثل قانون العمل رقم 37 لعام 2015 عرفه تعريف مطول بما معنى أنه كل سلوك يعبر عن سلوك جنسي تجاه الأنثى أو أي شخص آخر يعني جائز تحرّد جنسي بالأطفال أو تحرّد جنسي بالنساء أو حتى بكبار السن يعني اللي هم مقعدين أو غيرها فهو كل سلوك يحمل صفة العفو الجنسية يعني شدود جنسي أو غيرها بغض النظر عن المكان بغض النظر عن المكان يعني تعريف عام مطلق لا يتجاوز الثلاثة أصدر فقانون العقوبات لم يرد تعريف للتحرّش لكن أشار إلى العقوبات وفق المادة 402 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس موديلات تجاوز الثلاثة أشهر أو غرامة أو هاتين العقوبتين أولاً أنه من غرامة 30 دينارة أو هاتش يعني تقريباً يعني 30 ألف وهي بالقانون القديم تعرفين بالدنانير قبل فأولاً من طلبه أمور مخلة بالحياة من ذكر أو أنثى هاي أولاً هذا بأي مكان يعني مثلاً داخل مكان معين ثانياً أتى يعني فعل مخلة بالحياة علانية يعني يطلب أمور خادشة للحياة في محل عام العفو في مكان عام يعني يتحرش في البنت بأسواق بشارع في حديقة يعني في مكان عام هذه الفتاة تمسكت بمنظومة القيم والأخلاق ولم تخترقها ولم تمزقها كان لها مبدأ ثابت وكانت تصر على الثبات على المبدأ ولكن نعود إلى الزوج نحب أن نوجه كلامنا اليوم نحن في المجتمع وخصوصاً المجتمعات العربية والمجتمع العراقي نلاحظ وخصوصاً هذا الجيل الناشئ بأنه أصبح يريد أن يتباهى بمفاتن جسد زوجته أمام الآخرين وهذا في الطب النفسي هو نوع من أنواع الشذوذ الجنسي هو لديه خلل وهو لربما مرض نفسي ومصنف في التشخيص العالمي للإضطرابات النفسية الـ DSM-5 هذا التشخيص العالمي على كل دول العالم طبياً في الطب النفسي فهذا الشاب زوجها والكثير من شبابنا حقيقة أنا لم أخص اليوم نلاحظ الكثير ولا ربما سوف تكون ظاهرة في المجتمع أصبح الشاب يريد أن يتباهى وأن يتفاقر بمفاتن جسد زوجته أمام أسرته أمام أقاربه أمام جيرانه وفي الأسواق وفي الشوارع وهذا تشخيصه النفسي هو علل نفسية وإضطرابات نفسية داخل كل شاب كهذه الحالة وأنا أقول ودائماً أكرر في كل الندوات أقول نحن أصبحنا بحاجة إلى مصاحة نفسية كثيراً ما نعاني من هذه الإضطرابات ولكن الكثير من الشباب والكثير من أبناء المجتمع لا يعلمون بهذه العلل النفسية ولا ربما هي تؤدي إلى علل جسدية أمراض سيركوسوماتيك ولكن في الحقيقة هذا تصرف غير سوي وهذا هو اضطراب نفسي ومصنف ومشخص عالمياً في الاضطرابات فأنا زعلت وزوجي شانوية بس بفترة الآن من زعلت فهمينا بالموضوع فقال لا هي معقدة فإيجا على أساسي رجعني وشوني قال لك أنه أخذ على قد عقلها وهاية ورجعها سبتش خسران يعني شوني ما أخذيني ما خسرانين بيه شي فرجعت الموضوع زاد نفس الشي همين هذي اللي شقةه ومدر شنو بس مرة من المرات يعني هي هاي اللي تنرفزت يعني هو أخوض رابني على ظهري فعني أنا حسيت هذا الموضوع مثل التحرش يعني مو شقة فرجعت أنا الأمي وبتلها هي وصلت حدها لذولي ناس لا تخاف الله والحمد لله أنا ما عندي أطفال منهم وإذا أبقيت أخاف يتمادون علي وظليت ما أمن ولا أثقي يعني الليل أنامي أنا وأني خايفي هيتش يعني أو إذا هو بره بالشغل وأنامه الظهري أو أخاف أقفل الباب الغرفة عليه إيه تقدر هي تشتكي وثبت هذا الموضوع بشكواها بأي طريقة للإثبات وتعرفين إحنا خصوصاً بعالم التكنولوجيا والسوشال ميديا تقدر رأساً ترفع الموبايل وتصوره تصوره لكن هذا التصوير نصيحة من خلال قناتكم أنه هي مت نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا الشخص يمكن نقيم عليها دعوة متقابلة للتشهير لأن هذا التصوير الغاية منها إثبات واقعة جرمية تقدر تستخدمها وين؟ بالدعوة يعني كدليل إثبات إلها بالنسبة للحالة الأولى أنه هي يطلب منها أمور مخلة بالحياة هي ما تطرق إلى مكان عام في أي مكان داخل دائرة، داخل غرفة، مثلاً مجير وموظفة فهذا الحالة الأولى طبعاً تشدد العقوبة في حال أنه انحكم على الفعل الأول ومارس الفعل مرة أخرى يعني مارس الفعل مرة أخرى تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر هذه هي عقوبة التحرش في المادة 402 ونحن طبعاً من خلال قناتكم نناشد أن تشدد هذه العقوبة وأن يعاد النظر بنصوص قانون العقوبات أن تكون عقوبتها الحبس الشديد لأنه هي يعني تهين كرامة المرأة في الشارع، في المنزل، في أي مكان يجب أن تكون عقوبتها رادعة حتى يعني يقول لك من أمن العقاب ساء لدب حتى يكون هناك عقاب مجدي يعني نقدر نخفف بها من حالات التحرش في الشارع طبعاً تشقيص هذا الجواب لهذا السؤال الشخص الذي قام بممازحة هذه الشابة وهو أخ الزوج هو كان مزاح نعم مزاح وهو لم يضربها وهو كان يتحرش بها القصد التحرش الجنسي هذا واضح جداً واضح لأنه لم كان يمازحها وكان يضع يده على أماكن في جسدها وهي تعبر تقول ضربني في أحد الأماكن وكان يمازحني ولكن هو في نواياه وفي داخله وداخل سريرته هو كان يريد أن يعاكسها ولربما هو تحرش جنسي واضح وصريح وأنا كما أشرت هي اضطرابات نفسية وخلل نفسي داخل هذا الشخص وداخل هذه الأسرة حقيقة ونحن اليوم المئات من الاضطرابات النفسية الشذوذ الأخلاقي الشذوذ الجنسي ويريدون أبناء المجتمع وأبناء هذا الجيل الكثير منهم يكون كإنما شيء أصبح من التحضر ومن التطور ومن المودرن ولكن هو في الخفاء بذرته سيئة بذرته لربما هي بذرة غير أخلاقية تحاول أن تفتت وكما أشرت أن تمزق مظلة القيم والأخلاق الذي يزخر تحتها المجتمع لذلك هو كان بقصد دافع وشهوة غريزية جنسية الذي دفع الشاب للتحرش بهذه الفتاة وأدى إلى انفصة يعني أنا ليش تعب نفسي وان قاعدة ببيت وان ما حاسب الأموال وان قاعدة بالشارع قلت لها دمي أنا بعد ما كمل وياه قال يشوف الحل ويطلع ويوقفهم على تحدهم هو من يجي يقول لي لا هذا العادي وشني يعني ولا ضرب وشي يقول له ضربنا على ظهري لسي ما قلت لأوضح لك ضربنا على ظهري يعني أكثر من هاي وأخوه ما يطب أخوه في صارت بيناتنا لغوة وحشي وناس تجيب حشي وخوالي من عرفه وقالة ونوصلها على شاير بيناتنا هم استسهلة وشني يرخمس ملايين هم زين أنا خلت الظهب ماتي وما مشتري هواي أشياء فمخلت بس الظهب ماتي وقالوا يعني شون نمونا الخمسة أنه ننطيها لكم وانتهى الموضوع وصدق والله وصار الطلاق طبعا هواي حالات تجيني كفتيات حتى يعني قاصرات تكون عقوبة مواشد حالات التحرش اللي أجتني دائما تكون من متزوجات مثلا ويتحرش بهم مثلا عمهم أو حماها أو يعني أكو أمور ما ريد أني أطرق لها في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات ما ريد الروج لها حتى تكون أنه هي على العلن يعني تصل إلى حتى مرحلة يعني نفوق إلى مرحلة التحرش تكون هناك زنا محارم صح وحنا نسمع هواي حالات قبل فترة حقيقة أرضى طلع من دائرة التحرش قبل فترة اتصلوا بيها عائلة على أساس أنه الأب مغتصب بنته تمام؟ فالبنية اشتكت على أبوها اللبنية عمرها يعني تقريبا 18 سنة يعني أتمت الثامنة عشر أو أكثر صايرة حامل وهي عايشة و هي أمها هما منفصلين الأب والأم فهي تروح يم الأب مرات أو كذا فالأب من السماعة بهذه الحالة تعرفين إحنا مجتمع مرات حتى يقتل البنت حتى يخسل عارة أو شربها فمن صار هيتش الموضوع هي راحت رأسا اشتكت على والدها قالت أني أبويا اللي فعل هذا الموضوع فطبعا أكيد القاضي اتخذ الإجراء اللازم ووقف الأب دون أقوال الأب الأب نكر قال أنا ما فعلت هذا الموضوع بنتي والفيصل بيناتنا طب العدلي والتحليل وغيرها تحفظوا على اللبنية اللبنية كانت في الأشهر ليس الأخيرة ولا يمكن الوسط يعني الخامس أو الرابع فالمهم التقرير الطب العدلي جاء متناقضا لأقوال البنت وأيضا الشي بشي يوذكار يقول لك مرات صدفة تلعب دور بالدعوة زوجة الأب لقيت موبايل في الأغراض الخاصة للبنية موبايل يعني مو حديث فلقيت بي رسائل ومكالمات وهي سمعت تيرن جاءت ها حبيبتي كذا فهنا قدموا هذا التليفون كدليل وهي شخص داني فهنا المحكمة ها حبيبتي يصار المحكمة تقنت من خلال الرسائل ومن خلال التقرير إنه الأب مو هو اللي فعل بالبنت فمرات مو كل الدعاوة وكل الدعاء الصحيحة أنا ضربت ليش مثال من الواقع اللي عشتها أنا يعني الأب هنا كان بريد والحمد لله والشكر تم يعني الأفراج عنه زينه تم الإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الحقيقي يعني تم إصدارها مرقبط بحقها والحد الآن هو هارب يعني متهم هارب والإحجات لشهاية واقعة بس مو تحرش التقلت الغير جريمة يعني نعم بالضبط طبعاً هاي التحرش هو بوابة أولى يعني للزنة أولى للاختصاب والغيرها من الجرائم اليومية ذن شاهته أي حالة أنا تجي بالبرنامج أسألها عن الحقوق لا عبد نسأل عن الحقوق وكل زوجة لازم تأخذ حقوقها بعد الطلاق حقوقت أخذتها أو لا؟ ما رح تغيحنا للمحكم ولا عدنا فلوس أن نخلي يعني محامية أو محامية وطولة الخمس ملايين رجعت لأموي همين يعني يعني شون أنا حسيت هالفلوس صار السبب قدرت يعني شوية رتب بيت أهلي قدرت أن يسوي لنا أسواق وأموي يعني سوي لها الكوبة أو هاي الخبز يعني شون حالتنا ما ديها تحسنت وسبحان الله أقول هذا سبب يعني شون زواجة حتى شوية ساعد أمي أنا يعني صراحة أحتي ليش الطلاق أبغض الحلال عند الله طلاق وخصوصا إذا كانت لديهم أطفال ما يصير آني أهدم كيون أسرة أنا موت يجي سبب إذا كان هو عنده إمكانية يعزل لي بيت شرعي الحالي زين؟ فإذا عزل لي بيت شرعي الحالي هذه المشاكل كلها تتخلص منها زين؟ لكن إذا هي وصلت إلى طريق مزدود وكان اختيارها خاطئ فقرار الطلاق يكون يعني قرار صحيح بهذه الحالة اللي أنت تفضلت بها أي يعني أنا ما أريد أقول لك أنا معا أو ضد أنا معا في حالات معينة وأضد في حالات أخرى يعني إذا شفنا أنه صار الطريق مزدود طبعا مع الطلاق وإحنا دائما نقول قرار الطلاق ليس بالقرار الخاطئ إذا كانت العلاقة وصلت إلى طريق مزدود وأن هناك أسباب يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية زين؟ فهذا سبب أصلا يعني سبب لها ضرر للزوجة بمشاعرها بس الضرر ما صادر من الزوج صادر من أخو الزوج من حماها فكان دور الزوج إحنا ما عرفناه سابقا كان الباحث الاجتماعي يلعب دور مهم وكبير في دعاوى الطلاق كان له دور كبير في ثاني حالات الطلاق الآن دور الباحث الاجتماعي شكلي يعني من يجون اثنين يرومون الطلاق فما يحل لهم المشكلة مجرد يستمع لهم ويسجل أقوالهم ويرفع التقرير للقاضي لكثرة حالات الطلاق أستاذة وبعدين حق الطلاق هو حق للرجل في الشريعة الإسلامية فالقاضي لا يستطيع يثني لكن قبل سابقا لماذا يثني؟ كانت حالات معدودة وكان الباحث الاجتماعي يبدل وصارت جهده بالتوفيق بين الطرفين هسا أنا كمحامية حقيقة وجوز اللي شاهدني ومتعاملوا إياه من الموكلين راح يقول أستاذة سحر دا تحشي الحقيقة أنا مرة ألعب دور الباحث الاجتماعي يعني هذا المكتب ياما شاهد حالات كثيرة منها ما وصلوا إلى المخالعة ومنهم ما وصلوا إلى أن هما تراضوا ورجعوا الصلح أيب دائما أنت تعرفين أغلب الحالات الطلاق تبدأ بدعاوى يعني الاستفزاز يعني المرأة ما عدتها العصمة عصمة الطلاق وما عدتها مثلا سبب مجدي يعني سبب قوي للتفريق زين ماكو ضرر فهي وانت التجأش تروح؟ تروح الطالبة بحقوقها تروح ترفع نفقها تروح تنفذ على عقد الزواج تطالب بالمهر المؤجل زين؟ والأثاث وغيرها هنا تستفز الرجل ماديا زين؟ الرجل بالتالي إذا هو عنده بيت شرعي رح يطلبها للطاعة زين؟ وجائز هو ميريته بس يطلبها للطاعة لغرض التضيق عليها فقط ميريته تطلقها حتى يطيع حقوقها الأخرى زين؟ فتصير المشاكل تحتدم بيناتهم زين؟ هنا مرات ينسد الطريق طبعاً المذهب الجحفري يختلف عن المذهب الحنفي فمرات يوصلون إلى مفترق طرق زين؟ يشوف هو موقفه مثلاً ضعيف والعكس مرات هي موقفه أقوى ومرات هو موقفه أقوى منها فالطرف الأوعاف يجي غير يتفاوض زين؟ فما يتفاوضون أما مخالعات تصير بيناتهم أما يتصالحون وياماً إحنا نصل لهذه المرحلة أغلب دعاوي يتصالحون قبل فترة صالحت اثنين وقبلها فرقت تفريق لعدم الإنفاق وقبلها فرقت للضرر وحتى للخلاف اللي هو قليل ما يقيمون دعاوي بهذا الصدد لأن دائماً القضاء العراقي يرد دعاوي التفريق حتى يحافظ على كيان الأسرة لأن المشرع وضعه بالأساس هو كيان الأسرة لأنه هو نوعات المجتمع فما يجي يفرق على أسباب أنه يمكن يمكن الزوجة تتغاضى عنها أو يمكن أنه هي أسباب ما يستحيل مع استمرارات الزوجية حقيقة أنا أشاهد قبل في الكلام بأنه المجتمع يعيش في حالة من الشدود الأخلاقي والشدود الجنسي أصبحت عادي اليوم والاختلاط بين البنات وبين لربما هو يعتبر محرم عليها نحن حتى اليوم اليوم أنا لا أتحدث في الشريعة ولا رجل شريعة إسلامي ولكن حتى في الديانات الأخرى هناك أصول وواجبات وحدود وحقوق لكل شيء ولكن نحن اليوم لم نتطرق بأنه كانت ترتدي الحجاب أو لم ترتدي الحجاب الشخص أخو زوجها لامس جسدها حاول هذا تحرش جنسي واضح وصريح نحن نتكلم دعونا من الحجاب ودعونا من الاختلاط ولكن هو حاول أن يضع يدها أو يلامس جسدها وهذا أدى إلى دمار العلاقة وإلى أن يار العلاقة وأدى إلى الطلاق ولكن إن كانت عائلة أو زوجها شخص سوي ولا يعاني من اضطرابات وشذوذ لما أدى إلى الطلاق هذه المشكلة لا تؤدي إلى الطلاق ولكن أقف مع زوجتي وأنا أكون لدي كيان أخلاقي أنا أقول اليوم نحن الكثير الكثير من أبنائنا وشبابنا أصبح الإنحلال هو كأنما ثقافة الإنحلال كأنما يعطي دافع من الرفريش ولكن هذا هو الخاطئ هو المسار نحو الإنهيار نحن اليوم مجتمع يتفكك وهذه نتائجه أكيد لكل شخص لازم يسعى عنده فضول وضع الحالي شنو صار؟ زوجتي مرة ثانية ووضع والدتش أيضا؟ والحمه الله الله عوضني أنا وضعي هسه صارت لي قسمة ثانية أجي رجال وفش رجال وأخلاقة زينة ونفس ذاكي أمشي عنده الحجاب وعنده هذا الستر ومعاتهم أي شيء وهم عيال والله عوضني بهم وأنا عدي ثانية جهال حسه الحمد لله وشكر بس قلت أشارك ليش لأنني هواية شايفة يعني حتى صديقاتي الم المنطقة أسمع هواية ناسعتهم أنه بالبيد تشنبت تلبس حجاب حتى لوعتها حموين ووعتها معادي أو مرات يعني لبنية وبنات خوالها وعمامها وولد خوالها وعمامها برتت تلبس حجاب قدامهم هذا الشي غلط وهذا البداية اللي رح يسوي فساد بالعائلة أنا هيتش أشوف فرد أشارك هذا غياج حتى الناس تتواعي أن هذا حرام راح الصدق يعني إحنا يعني أنا ما مضي مجال للشقة وصار بالبداية بالأخير تحرشوا بي وممكن أنه أنا راح محكم ومتشي كان ممكن يتحاكمون وصير مشكلة كبيرة وينفضحون نحتاج إلى توعية نحتاج إلى أسرة لديها من الوعي ما يعني تستطيع من خلاله أن تصدر لنا أجيال سوية ومتزنة شخصيات متزنة أنا شون أزرع في نفسية الطفل أن تكون نفسية سوية أزرع بين المفاهيم والقيم والأخلاق والمبادر هاي تبدأ من الأب والأم زين هي المشكلة إذا هو الأب والأم بهذا الجيل مواعي وهذه هي المشكلة ما هي السببه؟ طبعا أنا دائما أحكيها سبب الرئيس الإنفتاح الغير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي والسريع أيضا أصبحت عشوائية وما يفرقون بين الحرية وبين النظام وبين الديمقراطية ما أعدهم كل عشوائي الموضوع فإذا كان رب الأسرة مواليد ألفين أنا لا أرى مرات لأنه صغير ولكن عقله كبير ولكن مرات استثناء كل قاعدة استثناء هو صغير ولكن عقله كبير ولكن أنا لازم أكون على قدر من المسؤولية حتى أكون أسرها لا يصر أن أكون أسرها وأن أكون أسرها ونجب ثلاث أطفال أربع أطفال وأنا لا أعيشون سأربي أطفالي فكيان الأسرة لازم أنا أحافظ عليه من خلال التوعية يجب أن أسأل الأكبر مني وأنا ابني أحافظ عليه إحنا سابقا أهلنا شون أعلمونا شون ربونا أعكس هذا الشيء على أولادي زين؟ بس للأسف ما أعرف المجتمع تقزم الشخصية العراقية يعني أسفني البعض مولكل تشوهت من الداخل يعني أصبح كل شيء عادي كل شيء طبيعي لقالتهم باي ذوي وإذا يعني هذا طبيعي هاي حرية حتى البنت قابل شانت إلها أوقات تخرج بيها وترجع بيها للبيت الأبي حاسبة والراحة الملابس المظهر يعني شوفي الأحتشام أو المظهر الغير اللي أقساني بس هو كلها تراشي مرتبطة بشيء زين؟ أكو ناس متفرق بين المظهر الأنيق والمظهر الواضح يعبالها هاي أناقة من تلبس لبس يخدش الحياة زين؟ هاي مو أناقة أنا أقدر أكون أناقة لكن محتشمة يعني أقدر أكون حتى بدون حجاب بس محتشمة زين؟ فأني لازم يكون عندي حدود ويكلها بالأخلاق نعم يقول الرسول إنما بعثته لأتمم مكرم الأخلاق صح لو لا؟ إذا أنا كنت ذو أخلاق عالية وأزرع هاي الأخلاق الطيبة والإنسانية بنفس أولادي من الصغر ويقول لك التعلم في الصغر كالنقشة على الحجر أكيد أنا راح يعني أصدر للمجتمع جيل واعي وفاهم زين؟ أنا راح أفتخر به نواة أسرية قوية وواعية بالروضة يعني أنا من أدز ابني الرياض الأطفال أريد أن يرجع لي متعلم لغة إنجليزية وأنا شي جميلة وغيرها لا يجي حافظ شغلات من تيك توك يعني أنا دازتها للروضة حتى يباوع تيك توك له حتى يتعلم صح لو لا؟ فهي للأسف من الأساس من التربية والتعليم بالمدارس والروضات ومن الأسرة إذا القانون أيضا؟ القانون هو أكيد شوفي القانون يدخل في جميع مفاصل المجتمع لأن هو ينظم الحياة، هو ينظم العلاقات والحياة والمعاملات بدون قانون نحن نكون العفو عن التعبير نكون نعاشين في غابة كالحيوانات وحتى الغابة يكون بها قانون وقانون الشريعة الغابة موجودة اللي هو القوي يأكل الضعيف للأسف إحنا ما نريد نوصل لها المرحلة نريد أن نكون مجتمع سوي فقط طبعا الكثير اليوم لربما تكون هناك المغانم والمكاسب بعد انهيار هذه العلاقة وأنا أحب أن أطلق عليها بأن هذه عملية السطو المسلح والسرقة إن كانت غاياتها مادية الإنسان إن لم تكن غايته في الحياة الاستقرار والعيش بحوم وسلام وتكوين أسرة تنتج وتنفع المجتمع وتنفع الوطن وأنفع جاري وأنفع أخي أنا أفكر بأنني إذا وصلت هذه العلاقة إلى الفراق وإلى الطلاق كيف أحصل على المغانم والمكاسب ما الذي يفيد ولكن ما الذي رأيته في هذه الحالة هذه الشابة كانت تعويض والجبر لهذا الإنكسار الذي وقعت فيه كان جبراً وتعويضاً رائعاً من قوانين السماء وعدالة السماء بأنها افتتحت مشروعها وكان هناك لربما جاءها كما أشارت الفارس الذي ملأ حياتها وعوض حياتها وجعلها أكثر سكونة واستقراراً ووقاراً نعم نحن في مجتمع ذهب به الوقار مجتمع أصبح فيه الانحلال هو متعة أصبح فيه الانحلال هو لربما نزوة جنسية ولكن عندما تتحدث بالأخلاق وتتحدث بالوقار يقولون هذا أصبح شيء قديم وشيء من الماضي ولكن أحب أن أقول وكل ما حدث في هذه القصة رأيت الكثير من حالات الطلاق والمعارك المحتدمة في المحاكم من أجل أن يعطيني كذا وأخذ منه كذا وأصل إلى أكبر درجة من الدمار اليوم الشابة التي تحاول أن تبني حياتها وتحافظ على استقرارها لا تعنيها المغريات المادية على أي مستوى لذلك الإنسان على أي شيء يبحث يجده هذه الشابة كانت تبحث عن الأمان والاستقرار فكانت لربما حصلت على ما كانت تبحث عنه وما كانت تبغيه ولكن من يبحث عن الشذوذ الجنسي والشذوذ الأقلاقي والإنحلال نلاحظ اليوم الكثير يبحث عن هذا ونلاحظ اليوم حتى في الشوارع في المجتمع في الكوفي شوب هذا موجود